عموماً خليلاً نتكلم فني أحسن عشان ما إيه ما نشوفش اللي إحنا بنشوفه لكن فنياً بقى شفتوا المباراة زي يا أيمن أو يا جيمي بما إننا هنتكلم فيها على الشاشة يعني سريعاً قبل ما نخش في الحالات لو جبنا أعرضنا الإحصائيات بعد المباراة نلاقي إلى حد ما متقاربة جداً يعني فيما يخص حتى ركلات ركنية 7 ل 6 المحاولات على المرمى 4 محاولات صحيحة للأهل من 15 زمالك 5 من 10 نسبة الأهداف المتوقعة للزمالك هي أفضل من الأهل يمكن عشان الفرصتين تحديداً كمان اللي كانوا في آخر المباراة الكرة اللي في العرضة والكرة اللي أنقذة محمد الشناوي دقة التمرات كانت كثيرة جداً طبعاً نادي الأهلي إنه كان الأكثر استحوازاً ولكن نادي الأهلي أعتقد أنه برضو كان في ميس باس في بعض الفترات خصوصاً في أول ربع في الشروط التاني بشكل كبير نسبة المراوغات ندرنون هي كنسبة متقربة ولكن في الزمالك اللعيبة عملت مراوغات أكتر لكن هي كنسبة لو هنقسها بالنسبة هي تبقى النسبة متقربة يمكن اللقطة الوحيدة اللي ممكن نعلق عليها موضوع استعادة الكرة أو الكرة التانية في النادي الأهلي كان فيها مشكلة رغم جودة لعيبة وسط الملعف في النادي الأهلي حمد فتحي والسولية وهنا دي المشكلة اللي كنا بنتكلم فيها وحضرتك وجيمي أكدوا عليها أن الحالة البدنية والزهنية الحمد فتحي والسولية وكمان فخدان لعب بحجم ديانج خلى أن انت كرة تانية أو في نص الملعب ما تدرش تستعيد الكرة بالشكل الأمثل واللي بقى النسبة فيها أكبر لأن هذه الزمال خسارة الكرة هي متساوية للفرقتين وإجمال أنا من وجهة نظر القمة يعني ما كانتش هي الأفضل في الفترة الأخيرة ولكن يعني هي خلصت بنتيجة كبيرة ممكن للناس تشوف أنها أفضل لكن أعتقد أن القمة اللي فاتت دي هي من أضعف مبارات القمة للفرقتين في الفترة الأخيرة خليني أعلق بقى قبل ما نكشف الحالات على اللقطتين الأخرى اللي أتكلم عليهم أيضا اللقطة الأولية هي أنه خسارة الكرة واستعادة الكرة التانية هم رقمين دايما مرتبطين ببعض وبالمناسبة هو تقريبا الفرقتين متساوية لكن لما لقى أن النادي الأهلي بكواليتي موجود فيه عمر السولية حمد فتح محمد مجدي أفشا في وسط الملعب متساوي مع خط وسط الزمالك يبقى أنا كان عندي مشكلة كبيرة لأنه ده مش الطبيعي اللي يحدث وأنا عندي عمر السولية وحمد فتح محمد مجدي أفشا أن الأرقام استعادة الكرة واخسارة الكرة تكون متساوية في الفرقتين ده بيعول بقى عليه بالنقطة الأولين اللي تكلمنا عليها في البداية وهو العامل البدني والمشكلة البدنية اللي لازم نعالجها بالروتيشن ده النقطة الأولينية فيما يخص استعادة وفقد الكرة عند النادي الأهلي أمس النقطة التانية المهمة جدا قبل ما نروح للحالات اللي عايزين نتكلم عليها أنه مش لازم أنه مباراة يكون فيها فرص ضائعة أقدروا عليها مباراة ممتعة فرق كبير جدا ما بين الجودة الفنية والإثارة هي كانت مباراة مثيرة مباراة مثيرة لكنها كانت قليلة فنية كل الهجمات والمحاولات اللي تمت تمت نتيجة أخطاء سازجة جدا من الناحيتين فده بيوديك لنقطة أن المباراة كانت مثيرة جدا لكنها ما كانتش بالجودة الفنية اللي نستخيلتها بعد نهاية المباراة ترجمة نانسي قنقر